بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب يلي غيكم بخير ونستقنف مع الجورنال دو بوسيني الذي كنا قد بدأنا طبعا نذكرون بأن هذا الذي نقرأه هنا هو مما كتبه طبعا صديق بوسيني كما رأينا في بداية أول نص طبعا الذي يتحدث عن بوسيني كما قلنا ومن بعد أن يقضى مرة أو متفاوحين الشيء له Gothic يwiadلي ليبقى ليه القرآن ونصوري وكتاب تقرأ منا أول مريضة أول ترجمة نص طبعا هذا ترجمة نص طبعا لترجمة نبقى لا يمكنك أن لا يمتع كل هذه القرآن لكنها هي فسنة أوه لا أحب ونستقن فقام لكنها هي فسنة جيسوي صنامي انا صديقه جيهيلو دغوا دون ليغ كالكوباج لفواسي اذا انا كان عندي الحق لأقرأ منها من هاد اليوميات طبعا كالكوباج بضعة سفحات لفواسي ها هي ثم يسرد علينا هذا الذي نقرأه هنا طبعا هذا صديق بوسيني ولا ديت حددتونا طبعا فا الناس تاني كنقاد وصن الاد الفاقر اللتي دانونا يفهمون سيطة ابرمي باتا اغولوت ان كشهتت elle les a attaché اشيقه et elle a commencé a agولي mais le plus difficile, c'est de s'arrêter ان نصافي با الا ايو باور سيميز اكريه اي باوم لابوالا بارتر تيان غاسو مانكي لويها دي غانبار اذا طبعا وصلنا الى هاد الكلمات التي عندنا هنا اذا اخذنا متانا كلمات اين فخيموس اين فخيموس اذا المقصود با اذا نتكلم عن وجه سرير جاميل وجه سرير جاميل نسمي بكلمة واحدة اين فخيموس اين فخيموس ثم عندنا لاز اونجل نتكلم عن ادافر رغاعت ما هتوا لاز اونجل رغاعت ما هتوا لاز اونجل هل انت عندك هل انت او هل انت عندك او عندك لاز اونجل الاز اونجل نظيفة عندما لا يكون عندنا السؤال نقول يكون عندنا الدامير والاول لاز اونجل انت عندك الاز اونجل نترح السؤال اذا نقلب الفعل مع الدامير او مع الفاعل هتوا لاز اونجل الاز اونجل ثم عندنا نتكلم عن الجواهر هنا طبعا الجواهر او 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 دين او او ادين بالجواهر معينة جلال الفيزوني أنا منخيلة المزايا غلال الفيزوني أنا Limps ا prodкольку جلال الفيزوني تماين دان Maig Capash الممثل كان أحمل بل عطا منك لكن ولا يعطنا ستMike أحثر السيكون poopسيق wheel ي tirer رورぉ إن ذلك يد النهارلة خدا해 أنا أحبني في رئيسس أحبان وهو يخزد السيحية لكن هذا السيحية حقيقية ولكن ليست دبابة حقيقية لأن الدبابة الحقيقية خطيرة على الأطفال وعلى الإنسان. إذن هي فقط ألعاب. إذن هي فقط ألعاب. ودمر تشبه الدبابة يلعب بالأطفال ولكن ليست دبابة حقيقية. دي جوه يدني الاب. ثم نعم لألقوموتف. لألقوموتف. كي تير لطرين. لألقوموتف. كي تير لطرين. لألقوموتف. كي تير الاتجور. لألقوموتف. كي تيرو. كي تير الام. لترينryn. كي تيرو. كي تيرو الأطفال. المعروтиikle لطرين جريلا لطرين و Totally Giving. وهي الكتار وعما تده في المكتوى كان على الملائك لوكي يتحدثون على الجنان ولكن أصدقاء، ثم الحالفية سنة القطعة ثم يتحدثون الممتلك في التعطف يتحدثون في كل مرات جديدة الآن سنة يسنعين نتخل الحيل لحثة ومنا متلن كلمات لإبريقى دو لإجزامن دو لإجزامن إذا نتكلم عن استعدادات المتحان تسمى لإبريقى ولكن هنا عندنا ريباري ومنا متلن كلمات ريباري يعني إصلاح هنا ريباري إصلاح عندما تكون عندنا لعبة مكسرة يجب إصلاح طبعا هنا نتحدث عن لعبة ولكن كلمات لعبة في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة كما تلاحظون هذه الشاشة قلنا هنا لهذا قلنا يجب إصلاحها إذا كنا نتحدث عن القاطرة هي التي تكسرت مثلا إذا سنقول هنا يجب إصلاحها يجب إصلاحها هنا كمان نقول يجب إصلاحها هو عندنا ل يجب إصلاحها كلمة لعبة في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة كلمة لعبة مكسرة عندما تكون هناك لعبة مكسرة يجب إصلاحها لعبة مكسرة عندنا هنا كلمة لعبة مكسرة هنا عندنا كلمة لعبة مقصود هنا عندما تكون هناك لعبة مكسرة إذا نتكلم هنا عن المبني المجرون إذا لعبة مكسرة لأن كسرة يعني فاعل يكسر شيئا آخر هنا نتحدث عن الفاعل كما نقول المكسرة كما نلاحظ عندنا المبني المجرون كما نلاحظ كما نبدأ سوكرة عندنا المبني المجرون كما نلاحظ كانت سوكرة ذكرنا بأن لو ذهب محشي يعني تمشى بعد أن ما نتنسى تعمل هذه الفيحة طبعا للحديث عن آلمة أو كما عندنا هنا نتحدث عن اللعبة المقصود أنها تسير أنها تسير المقصود أنها تعمل نقول مثلا ما مونت نمارشبا هل هذا يعني بأن ساعاتي لا تتمشى هنا القصود ساعاتي لا تعمل بعد مرات تنسمع هذه العبارة يعني أنه لم يتمشى المقصود أن هذا لا يعمل هذه الخطة لا تعمل ثم عندنا إذا نتكلم عن أدوات تزلج بالعجلتين طبعا كلمة غولت ممكن أن تعني هذه العجلة الكبيرة التي تستعمل في القمر كما يمكن أن تعني هذه العجلات الصغيرة العجلات الصغيرة تسمى غولت إذا نتكلم عن كما نقول متزلجة بالعجلات الصغيرة هل أنت تعرف منطي الصعود فوق متزلجات بالعجلات ساني بفاصيل ليس سهلا طبعا فاصيل مقصود بها سهل عكسها كما ذكرنا ديفيسيل ديفيسيل يعني صعب ساني بفاصيل هو ليس سهل إذا هو ليس سهل ماذا يعني هذا؟ سي ديفيسيل إنه صعب نسويتنا لفخاز عندنا الجمل ساني بطحي بيان ساني بطحي بيان هو ليس جيد سيئل مهتلة سيدي تعفاض مؤسثة Pero besch flo ruling هنا Vanبال كما نرمر التعفری بثبي صناير اقد كما نرغزدي ساعتزا على صناير coبā سيئل سيئل سأتعبetin سي بنチnaire سأتعبسي سأتعبسي سأتعبن سأتعبстати tu a battu, il a battu, nous avons battu, vous avez battu, ils ont battu طبعا الذي يبقى يتغير هو l'auxiliaire اما هذا battu, هذا الparticipation انه يبقى يتكرر وهذا من جميع الافعال ونفس الشيء طبعا في الثاني المركبة في الأزمين المركبة الأخرى بحلو بلس كبار في مثلا اذا سأقول j'avais battu أنا ضربت طبعا كما ذكرنا بأن البلس كبار في هو يحتوي زمان في الماضي بحلو باسا كومبوزي طبعا غير هو تيجي باش نعبره لواحد الحادث جاء في الماضي قبل من واحد الفعل آخر حتى هو تم في الماضي اذا اللي كان وعدنا واحد جوجل الأحداث حدته في الماضي طبعا اذا طبعا الحادث الأول تنعبره عليه بالفعل يكون مصرف مثلا في البلس كبار في اذا عندما اقول جاء في باتي يعني انا ضربته في الماضي ثم اذكر بعدها الفعل اللي يجي من بعد منه في الماضي جاء في باتي يعني انا ضربته تياء في باتي انت ضربت اللي تبقى يتصرف هو لك سلير تمنى قول نوز باتي باتي يوز باتي يوز باتي يوز باتي يوز باتي أنت ضربت أختك ليس ضريفا جدا ليس من الضرفة الجيدة انسى التعبير أنت تتفيل على الأرض أنت تتفيل على الأرض تتفيل سالو فرب انسى التعبير هذا ليس من النظافة هذا ليس من الجمال هذا ليس من الجمال انك تتفيل على الأرض سالو فربي كما تلاحظوا بأنه تستعمل لاجيكتيف كما تكلم عن استعمال لاجيكتيف نقول عن شيء بأنه جولي يعني أنه نظيف بأنه متير بأنه لائق كلمة جونتي كلمة جونتي يعني أنه ضريف بأنه مؤدب إلا غريدي تكراح بطير سالو فربي تسويت ما سالو فربي إذن أنت تمسيح يديك بمنديل سالو فربي هذا ليس نظيفا المقصود أنه عليك أن تغسل يديك بدلا مسحهما بالمنديل إذن طبعا نتكلم هنا على الغرب إسويي كونجوغي أو بريزن إذن عندنا الغرب إسويي مصرف البريزن مع ت تسوي أن تتمسيح كما نقول كلمة إسوي إسوي غلاس إذن نتكلم عن مساحات الزجاج إذن أنت يسوي أنت تمسيح إذن تمسيح يديك بالمنديل هذا ليس نظيفا إذن ليس من النظافة أنك تمسيح يديك بالمنديل إذن عليك أن تغسل يديك بدلا ذلك إنها تتعين تمسيح مصرفة إنها تتعين طبع إنكbage على ، وبعدения إذن مِن فرشوا طبعا 2021 طبعا 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 رسمه اخته. ورسمها بشكل ليس جميل. اذا رسمه بشكل ليس حقيقي. اذا رأت الرسم لن تكون فريحة. اذا نظرت رسمي النصورة بكونطنت. هي لن تكون فريحة. اذا نظرت رسمي النصورة بكونطنت. طبعا هنا عندنا البرب être conjugué au conditionnel présent طبعا le conditionnel présent من ضمن المسائل التي يفيدها طبعا أنه يفيد الشك qu'il n'est pas content قد لا تكون فريحة إذن ربما هي لن تكون فريحة إذن هناك الشك qu'il n'est pas content عندنا être مصرف le conditionnel présent C'est le voie mondisse à la plurée إذن قد تبكي قد هي تبكي كما تنشوفوا عندنا لغة plurée أيضا مصرف le conditionnel présenté L plurée ثم elle crée هي قد تصرخ c'est le voie mondisse à la plurée إذن هي نظرة رسمي elle crée après moi إذن هي قد تصرخ من خلفي أو من ورائي elle le déchirée إذن c'est le voie mondisse à la plurée إذن هي نظرة رسمي elle le déchirée إذن هي قد تمزقه عندنا هنا le voie déchirée كما تلاحظوا بنفس طريقة مصرف le conditionnel présent بنفس طريقة مصرف le conditionnel présent وبالتالي هو يفيد الشك الشك في حدود هذا الفعل قد أو ربما elle le déchirée هي تمزقه قد تمزق هذا الرسم elle le déchirée إذن قد تمزق هذا الرسم elle renversée قد تقليب elle renversée مصرف إذن هي قد تقليب مصرف نتكلم عن قنينة الميداد أو كأس الميداد حيث نضع الميداد إذن قد تقليبوه ربما هي تقليبوه إذن لدينا هنا هنا يدن وإذن هناك فيحفة ربما يدن ربما لدينا نتكلم تقليب الميداد جدا ها أنت ها أنت ها أنت ها أنت ها أنت تقليب سيطع تسلم ها أنت كما تلاحظوا استعملنا هنا مع هذه الأفعال مع هذه الأفعال طبعا لنفيد الشك طبعا هذه واحدة من الأدوار التي يقوم بها طبعا وكذلك عند الحديث عن بصفة عامة تفيد التعبير عن الشك وقد يستعمل للاحترام عموما عنده هذه الأدوار ثم عندنا في هذه اللحظة ماذا يفعل رفقائك في هذه اللحظة ماذا يفعل الرفقاء في هذه اللحظة في هذه اللحظة كيف تتعب في هذا المهمة؟ ثم يروح في هذا المهمة في هذه اللحظة رأني ديشن رأني ديشن رأني أرسن نعني الوغر ديشن امرى د partly卖ي هناك إِلْلَ وَقْرَى الْقِقِّ عليهaur فرصان فرصان ق criminal الان Frame على طب ما اعطة données أحببواً ما ارهبواً نعطي نفسي ما يبردني لكن أيها البداية فقط رحبواً إذن أبي وعداني بإصلاح القطار الذي ألعب به بابا ما ابرمي دوري باري من ترين ثم غني ابرمي داتر ساج غني ابرمي داتر ساج إذن غني أنه وعدة وعدة بماذا؟ داتر ساج بأن يكون متعقلا إذن غني بعدما أخطأ وبعدما ارتكب مثلا حماقة ما إذن هو وعدة بأنه في المرات القادمة لن يقوم بهذه الأمور وسيكون متعقلا غني ابرمي داتر ساج إذن غني أنه وعدة بأنه سيكون متعقل طبعا كلمة ساج ممكن أن تعني حاكيم متعقل إنسان ينظر بعيد نتكلم هنا عن إنسان لو مثلا نظرة بعيدة إذن نتكلم عن كلمة ساج غني ابرمي داتر ساج إذن غني أنه وعدة بأنه سيكون ساج كم نقول طبعا المعنى الذي عندنا هنا أن يكون متعقلا جين ابرمي دامو دوني دي بمبون جين ابرمي دامو دوني دي بمبون إذن جين انا وعداني ما برمي وعداني مشبح اللي عندنا هنا غني ابرمي غني ابرمي لو قلنا مثلا غني ما برمي إذن غني أنه وعدني داتر ساج بأن يكون متعقلا إذن غني أنه وعداني غني ما برمي داتر ساج إذن غني أنه وعدني أنا بأنه سيكون متعقل ولكن الذي عندنا هنا طبعا روني أبرومي روني أنه وعد وعد الجميع مثلا دي تخصاج بأن يكون متعقل هنا طبعا عندنا جان جان ما برومي جان أنه وعدني دمو دوني دي بمبن بأنه سيغطيني حلوة جان وعدني بإعطائي حلوة جان ما برومي دمو دوني دي بمبن ثم غيمي ما برومي غيمي أيضا وعدني دي بنر مو faud دي بنر مو ور دي بنر مو وعدني دي بنر مو وار دي بنر مو ور دي بنر مو حلوة لحدنا قد ر جان ما شوميز جان ما شوميز أنا وضعت قميسي مثلا أنا وضعت قميسي المقصود أنني لبيستو قميسي وممكن نتكلم عن ثم الصيغة الأخرى التي عندنا هنا طبعا وهي التي عندنا هنا نقول مثلا هنا لبعب سماتر مصرف في لبعب سماتر لبعب سماتر هنا أنه يصرف مع أتر لبعب سماتر تصرف في ومنها مثلا لبعب سماتر كما عندنا هنا مع كل هذه الأزمينة لبعب سماتر تصرف مع أتر تصرف مع أتر كل الأزمينة المركبة نتحدث هنا عن الأفعال التي عندها سماتر أنها ليس لها خيار مثلا أنها تصرف مع أفوار أو مع أتر إذن هي ليس لها إلا خيار واحد أنها تصرف كما عندنا هنا ستعملنا ثم في الحقيقة لو تكلمنا عن المذكر هنا سنقول إلسيمي إلسيمي أكري إذن هو بدأ في الصراخ سنحدث أه ولكن كما تنعرف بأن الفعل التي تصرف مع أتر لو بارتسيباس الخاص بالفعل تصبح متأثر بالفعل إذا كان مؤنة نضيف أ إذا كان جمعا نضيف أس إذا كان مذكرا مفردا طبعا نحديف أه ونحديف أس إذن نقول مثلا إلسيمي أكري إذن هو بدأ في الصراخ ولكن هنا عندنا مؤنة إذن إلسيميز أكري طبعا سنضيف هنا أ وبالتالي ستنطقة أس ستنطق كزاد إلسيميز أكري إذن هي بدأت في الصراخ ثم لاحظ هنا مثلا أنا بدأت في الغناء هنا مذكر مفرد هو الذي يتحدث جمسوي مي لو كانت هنا بنتي التي تتحدث هنا وقالت جمسوي ستقول ميز جمسوي ميز جمسوي ميز أشانتي أنا بدأت في الغناء لأن الوذب سمتخ سيكون مصرفا هو مصرف مع أتخ وبالتالي إذا كان عندنا هنا مؤنة سنضيف هنا أ سنضيف هنا أ أ الخاص بالتأنت جمسوي مي إذن هنا نتحدث عن مذكر جمسوي مي أنا بدأت في أشانتي أنا بدأت في الغناء ثم أغيغ في الضحك. جمسو يمي اغير. جمسو يمي اغير. انا بدأت في الضحك. بنفس الطريق. جمسو يمي ابلغي. انا بدأت في البكاء. جمسو يمي ابلغي. انا بدأت في البكاء. ثم يلسي مي اتخافي. لاحظون عندنا مذكر. الضمر الذي عندنا هنا يعبر على المفرد المذكر. اذا يلسي مي اتخافي. اذا هو بدأ في العمل. لو كانت عندنا بنت. لو كان عندنا مؤمنة كما عندنا هنا. هنا سنقول ايه بدأت في العمل. ايه بدأت في العمل. ايه بدأت في ان تنطق ا. مثلا كلمة. لو ديسة. لو ديسة. الرسم. لو باتة. لو باتة. اداة للتزلج. ومنها مثلا كلمة. لو باتناش. التزلج. لو باتناش. التزلج. نتكلم عن لو باتة. وبالي باتة اغولات. اذا نتكلم عن ادوات تزلج بالعجلة الصغيرة. ثم عندنا كلمة لولابا. لولابا. اذا نتكلم عن الارنب. اذا تسيمو كمبهن. لصن ا. اذا كل هذه الكلمات تتضمن الصوت ا. سيكريفون اذاك اي ان. الذي يكتب اي ان. لشما. مثلا كلمة لشما. الطريق. لشما الطريق. ثم اذا نتكلم عن الفراخ الصغار. لمينة. اذا نتكلم عن حديقة. اذا كلمة تتضمن الصوت ا. في اخريها طبعا. انجاردة. تحب حديقة نضيفة جدا. انجاردة تحب حب. ثم. اندون غالا غرفي. دجو. دجو. طبعا. لغرفي المقصود بيا. طريقة كتابة الكلمة. طريقة كتابة الكلمة طبعا. تسمى لغرفي. اندون غالا غرفي. اننا سنعطي طريقة كتابة. كتابة ماذا؟ دجو. إذن طريقة كتابة هذه العبارة أنا ثم عندنا لوفاب ألي ثم عندنا لوفاب ألي فعل ذهب طبعا عند الحديث عن لوفاب ألي كما تنعرف بأن لوفاب ألي ممكن أنه يأتي بمعنى ذهب ممكن أنه يأتي بمعنى فعل ذهب نقول مثلا أنا أذهب إلى المدرسة أنا أذهب إلى المدرسة وممكن أن يأتيك مساعد نسب مساعد مثلا أنا سأكل هذه التفاعة إذن هنا يأتي للدلال على المستقبل القريب أنا سأكل المقصود أنني قريبا سأكل إذن نتكلم عن المستقبل هنا ست بوم هذه التفاعة ثم عندنا ديكتي ديكتي إذن نتكلم عن النقل طبعا إذن عندنا الماتين جمال لايف دوبونر إذن في الصباح أنا أستيقظ طبعا هنا لضعب سلوري لضعب سلوري تكون لديه جزء معاني تقريبا متقاربة السلوري المقصود بها نهضة نهضة من مكانه نتكلم عن شخص أنه ينهض جمال لايف أنا أنهض ولكن هذا النهض ممكن أنه يكون عادي أنني أنهض من فوق كرسي مثلا وممكن أنه يعني مثلا كما عندنا هنا استيقاظ أنا أنهض باكرا أن نقصد أنني أستيقظ باكرا جمال لايف دوبونر طبعا لا بونر المقصود بها كما نقول هنا الساعة الجميلة أو الساعة الجيدة ولكن المقصود بها هنا باكرا وقت مبكر ومتى جمال لايف دوبونر إذن في الصباح جمال لايف دوبونر إذن أنا أذهب إلى الحديقة ثم هنا جوفي جم بعد منو فعل جوفي ووار أنا سأرى أنا سأرى ماذا؟ مون لاب أنا سأرى أرنبي إجو دون دي بلي وأنا أعطي إجو دون إجو دون 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 كونجيش أو PRESIDENT أفق جو إجو دون وأنا أعطي دي بلي وأنا أعطي حبوب وأنا أعطي من الحبوب أطومي pouسن أطومي pouسن لكون لفيرحي جو أرى آره وإجو دون دي بلي أطومي pouسن شكرا لك عندما نتحدث عن فعل وصلة لا نتحدث عن فعل أوصالة فعل وصلة هو في الوقت في الطبيعة تعني حدود الفعل للفاعل إذن غني أنه واصل هناك لدينا باسي كومبوزي دي فاغب آغيفي إذن هو يصرف مع أطر وفي الطبيعة دياله تتصرف مع أطر غني إطاري إذن غني أنه واصل إذن هناك لدينا المبني المجهول كي ما شفنا قبل مبعض الأفعال اللي تتعني في البدية دياله اللي تتعني في الطبيعة دياله أن الفاعل هو الذي يقوم بذلك الفاعل على مفعول به هنا نتحدث عن فعلين يحدث مباشر الفعل بدون أن نطرئ عليه تغييرا مثلا أننا نضعه في لفوع حتى يصرف مع أطر أننا لا نحتاج أن نضعه في المبني المجهول حتى يصرف مع أطر إذن هناك الفعل يصرف مع أطر بشكل عادي بشكل طبيعي غني إطاري بي إذن غني أنه واصل أنغطار واصل في تأخر المقصود متأخرا إلى المدرسة عند إطاري بي إطاري بالإطاري بي إذن غني أنه واصل متأخرا إلى المدرسة ثم من اتاري quieres انا بخميار من انا وصلت ، لاحظ هنا مازدناش ا , اتاري بي زدنا ا علاش لان هذا الفعل هذا تتصرف مع ات ع وبالتالي هذا الفعل تتأثر بالفاعل تتأثر بالفاعل هنا تأثر بالفاعل مفرد مذكر لا زيدو ا هنا تأثر بالفاعل تنتكلمو على هذا الفعل هذا قبل احرى ان تحتو هنا على الفعل اللي تمثل لنا الفعل طبعا اذا هاد الخاص بالفعل تأثر لنا هنا بالفاعل اللي هو ميناء اللي هي مؤنة طبعا تكلم عن اسم مؤنة سنضيف اه ميناء اطاري اذا ميناء وصلت لبرومير اذا هي وصلت الاولى الى المدراسة او الى القسم ميناء اطاري الى المدراسة اذا قلنا هنا مثلا غني اطاري في طبعا نحن fandom سنقول هنا لو creوا اه الى المدراسة لو نقول المدراسة لذا غني اطاري في المدراسة وهو الذي يصل الاول و لكن بحالة المؤنة على الحالة المؤنة نقول اوله اوله و لدينا ياعف لو نجد الى مدراسة و في النهاية عندنا صرف فعل في الماضي في الماضي المركب إذن طبعا نتكلم عن هذا أفواغ ليس كمساعد ولكن كفعل نقول مثلا طبعا هو لا يكون فعلا إلا إذا كان يمثل إلا إذا كان مثلا بعده إسم وليس بعده فعل طبعا هناك كما تلاحظه عندنا أفواغ فعل كما عندنا هنا عندنا الأفواغ كما تلاحظه هنا ثم يأتي كمساعد إذا عندنا أفواغ مصرف مع أفواغ كمساعد أنا كان عندي خوف كان ممكن أننا نحذفها ولكن سنوغا يكون عندنا فقط لبريزان دي الأفواغ إذا عندما أقول مثلا أنا عندي الآن خوف ولكن إذا أردت القول أنا كان عندي خوف طبعا علينا أن نحذف هاد لنطبع الخاص بأفواغ أنا كان عندي خوف Secondly أنت كان عندك خوف أو أنتي كان عندك خوف إلا هي بر إلا هي بر هو كان عندهم خوف هي كان عندها خوف إذا نتكلم على المفرد هنا طبعا نتحدث عن المفرد أنا، أنت، أو أنت، هو، هي ثم عندنا الجمع نتحدث عن النظام الجمع نو، فو، إيل، أل نتحدث عن البلوريال هنا نتحدث عن هنا نتحدث عن البلوريال الجمع نحن كان عندنا خوف إذن، وهكذا ننتهي مع هذا النص طبعا نلتقي في القادم نلتقي في الفقرة القادمة مع الجورنال دو بوسيني إذن لازمنا مع هذا الموضوع طبعا إذن، إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله شكرا نحن كترك في القناة حيث عن بعض المفرد يكلون به أين مناعنا